أعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل بي الوحدة السادسة مصادر أهمية المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي ونواصل تسجيع المغاطعة التي شرح محتوى هذه الوحدة وبهذا نصل بهذا المقطع إلى خلاصة هذه الوحدة الوحدة السادسة لقد تم التعرف على الآتي مصادر مياه الصرف الصحي المياه المنزلية والصناعية العادمة ومياه الأمطار فوجدنا هناك حوالي ثلاثة مصادر التي هي المنزلية والصناعية العادمة مياه الأمطار وأيضا هناك الجوفية المياه الجوفية تسربت إلى المصادر المياه الصحية الهدف الأساسي هو هدف واحد وإزالة الملوسات لكي تصبح هذه المياه غير ضارة أو خالية من الضر ملوسات مياه الصرف الصحي ووجدنا هناك حوالي ستة ملوسات منها عضوية وعالغة وعضوية متحللة وقير متحللة وفيروسات وهذا يعني ومواد مغزين النبات ومعاد ثغيلة يعني ذكرناها في هدف هذه الوحدة استخدامات المياه المعالية الري واستخدامات أخرى وعرفنا هناك حوالي وهنا لك عرفنا حوالي ثلاثة استخدامات بالنسبة لها الذراعة والصناعة وتغذية المياه الجوفية محاسن المياه المعالجة توفير مصادر أخرى للمياه أي يعني فوائد اقتصادية بالنسبة لي محاسن المياه وجدنا حوالي أربعة نعدتها إذا عددنا هناك أربعة من محاسن هذه المياه ومنها استخدامات الزراعة وتوسيعات الرقعة الزراعية الاقتصاد وأيضا كأسمد بسبب وجود المواد الضرورية فيها وتقليل التكاليف للحصول على الماء حوالي أربعة من هذه من المحاسن المساوي وجدناها حوالي ثلاثة مساوي المياه المعالجة تكون ضر إذا لم تعالج بشكل صحيح فوجدنا هناك المشاكل الصحية وتركيزات عالية من المواد الكيميائية وتلوس المياه الجوفية إذا لم تعالج بشكل صحيح وتسربت إلى المياه الجوفية بهذا نصل إلى نهاية هذه الوحدة السادسة ونواصل في مقاطع أخرى لشرح محتويات مقرر تحليل البي إن شاء الله